تتسارع وطيرة التصعيد بين واشنطن وطهران فمن حرب الاقتصاد الى استهداف العسكر محاولات امريكية بخطوات محسوبة لتطويق النظام الايراني الذي امتد نفوذه في دول المنطقة بشكل كبير لا سيما في العراق منذ انهيار الاتفاق النووي بين الجانبين والولايات المتحدة تصعد من خطابها الحاد لطهران ويبدو من تسلسل الاحداث ان هناك مرحلة جديدة انصدقت النوايا الامريكية وتطابقت مع ما تعلنه في مواجهة الدور الايراني في المنطقة الحرس الثوري الايراني اصبح رسميا على لائحة الارهاب الامريكية في تصعيد جديد يشمل كيانا عسكريا كاملا ضمن قائمة المنظمات الارهابية والذي يعد عمليا جيشا نظاميا يضم نحو 125 الف مقاتل في وحدات برية وبحرية وجوية وتتبع له ميليشيات الباسج وزير الخارجية الايراني محمد جواذري حذر من ان الولايات المتحدة ستدخل في مأزق وكارثة اذا صنفت الحرس الثوري منظمة ارهابية مراقبون يرون ان استهداف الحرس الايراني ككيان في هذه الظروف التي تشهد تصعيدا ملحوظا في الصراع بين واشنطن وطهران يرقى الى درجة اعلان حرب على ايران وقد يمهد الاستهدافات ميدانية للميليشيات الايرانية المنتشرة في ساحات اقليمية وخصوصا في سوريا والعراق الولايات المتحدة اذا نفذت ما تعلن عنه من عقوبات على ايران فانها توجه بذلك ضربة موجعة للنظام الايراني برمته وتخسره كحليف استراتيجي طالما قدم خدماته السخية للجيش الامريكي خلال احتلال الايران